أكد رئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الراسخ باحترام السيادة ووحدة أراضي البصنة والهرسك واستعدادها لتعاون مع مختلف مكونات المجتمع البصني بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس رئاسة البصنة والهرسك دينيس بيتشروفيتش أوضح رئيس السيسي أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين لقد كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البصنة والهرسك حيث تحملت مسؤولياتها كدولة رائعة للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البصنة والهرسك وأود في هذا الصدد أن أؤكد موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البصنة والهرسك واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البصنة والهرسك بالشكل الذي يحاقق الاستقرار والتنمية فيها كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرا على فتح باب مفاوضات انضمام البصنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي متمنين التوفيق والتقدم على هذا المصاري المهم لمستقبل البلاد السيدات والسادة لقد أجريت مع فخامة الرئيس اليوم مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين كما شهدت المباحثات استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين حيث أكدنا الاهتمام المشترك بدورة استخدام أليات التعاون القائمة وتطويرها بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن ترحيبنا بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال اطلاق خط تيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الأرضقة وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر